استذكرت قولاً للرسول محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال اختلاف أمة رحمة وهذا القول المأثور العظيم أن الاختلافات تولد رحمة لأنه يتم البحث بها للوصول إلى الحقيقة الغائبة وفي الأنظمة الديمقراطية المحترمة والتي فعلاً لديها نظم ديمقراطية حقيقية فأن الاختلافات فيها هي عناصر قوة وعلامة صحة وكثيراً ما هذه الاختلافات تذهب إلى طاولات لحوار هادئ ومعمق وناضج لغرض أن تنتهي هذه الخلافات أما في مشهدنا وما هو كائن اليوم فأن الخلافات قد تؤدي إلى صراعات والصراعات تتطور إلى الاشتباك وبالتالي صناعة خنادق متقابلة ويذهبون أبعد من هذا أنه يفتش عن داعم أو راع لأن هذا الخلاف سيتعمق وسوف يتطور ويتحول إلى قطيعة تامة الخلافات عندنا لا تشبه الخلافات عند الآخرين والخلاف موجب بالحياة لأنك يجب أن تختلف لأنه المعرفة ليست مطلقة عند كل الناس أما كيف تنتهي الخلافات في المشهد السياسي العراقي فأنها عادة ما تنتهي بصفقات وهذه الصفقات لا علاقة للوطن بها لأنها لا تحقق منفعة عامة بل تحقق منافع خاصة للمتخاصمين وللمختلفين وأحيانا يتم صناعة هذه الخلافات فلذلك الجماعة هذه الاسباطعة السنة اتعلمنا على حقيقة من عدهم من يختلفون ويجتمعون فريق من الفرق المختلفة ببياناتهم يقول له يا باش تنطي ويرضع شوفوه شي يريد ولذلك هذا الاسلوب هناك قوى قوية ما زالت تتعامل به اليوم وبالأمس وتصر على أن يكون حاضرا طيلة هذه الفترة لأنها المدخل الاساسي للحصول على مكاسب وللحصول على مغانم والشعب عرف منطق اللعبة وأدركها تمام الإدراك وتعامل معها ليس بك مطلب فقط إنما لا بد للقوى السياسية أن تكون مرغبة على تحقيق هذا وإنهاء ذاك لأن هذه الأساليب أساليب عقيمة التجربة أثبتت أنها لا تلد ولن تلد واليوم كل العراقيين والعالم شاهد ما الذي جرى بالبرلمان العراقي في اللحظات التي يجب أن يكون هناك تصويت على كابينة السيد محمد توفيق علاوي وحدة الخلافات وحدة الانقسامات والصراخ والتهديد باتت هذه الصورة مؤلمة مشهدا دائما ما يكرر نفسه في العملية السياسية العراقية منذ عام 2003 وحتى هذه اللحظة كافترية مجلس النواب تتحول إلى كونتونات تتحول إلى قاعات كيف يتفقون وكيف يختلفون وكيف تحسب المصالح وكيف تحسب الغنائم وكيف يتفقون على هذا وكيف يختلفون على ذاك والمفروض أن هذا الأمر قد حسمه انتهى الجدل بي أبيض أبيض أسود أسود ليش دائما احنا عندنا حسابات اللحظة الأخيرة هي التي يجب أن تحسب مصير الشعب احنا ما راح نفتحنا دكان ولا سوبر ماركت ولا راح نسوى عملية على أمزجة زعيم الكتلة الفلانية أو قائد الكتلة الفلانية المفروض المفروض في قبة البرلمان تبحث المصالح الحقيقية للوطن والمصالح الحقيقية للوطن يحققها رجال وطنيون يعرفون مصلحة الوطن وينتمون للوطن ويعرفون ماذا يريد الوطن وكيف تتحقق مصلحة هذا الوطن أما أن نبقى ندور في فلك هذه الخلافات وفي فلك هذه التقاطعات فهذا أمر محزن وأنا متأكد وأنتم متأكدون كشعب وهم أيضا متأكدون أن الحلول هي ليست غائبة وليست صعبة وكثيرا ما في هذا البرنامج وفي برامج أخرى كنا نبحث عن الحقيقة والحقيقة جزئت والحقيقة غيبت والحقيقة طمست والحقيقة لا يراد لها أن تظهر لذلك كلا منهم يعطيك رأيا يختلف عن الآخر وأنا هنا لست بصدد البحث عن الآراء لأن المسؤولون الحقيقيون في وقت الأزمات هم أصحاب القرارات يجب أن يعطيك القرار ويجب أن يعطيك الحقيقة لأنني لست بحاجة إلى محلل سياسي حس القرعة ومشار الأصفل صارت محلل سياسي لكن أين هي الحقيقة الخلافات التي دور اليوم هي خلافات كل الشعب العراقي يقول هي خلافات من أجل مصالح لا علاقة لها بالوطن عندما تسأل الشيئة يعطونك حقيقة وعندما تسأل السنة يعطونك حقيقة وعندما تسأل الكرد يعطونك حقيقة وعندما تقول للآخر أنت لماذا معارض يعطيك حقيقة وعندما تسأل هذا أنت لماذا موالي يعطيك حقيقة وعندما تسأل ذاك أنت لماذا متحفظ يعطيك حقيقة وهذه السياسات لم تولد من فراغ بل هي سياسات ممنهجة محتكم على حلقاتها ولذلك في كل حكومة يتكرر نفس السيناريو وكأن السيناريست وكأن الكاتب هو الذي أوحى لهذا أوحى لذاك أن يبقى المشهد كما هو اشتركوا في القناة